كيف الوضع عليكم هلأ؟ بداية بلشنا مع 7 مخيمات كانت إمكانيات للفريق جدا ضعيفة ومع الوقت بلشنا نطور المخيمات حاليا نغطي حوالي 40 مخيم بالمنطقة بتعدادنا للمرضى بشكل يومي وصل لحد بين 150 إلى 200 مريض يومياً كيف حالياً؟ هنا عمر أربع سنين ساعة أنا فراس غضان دكتور سوري لجأت للبنان في 2017 تفاجأت بالواقع الطبي للاجئين سوريين ووضع اللاجئين بالشكل العام قررت أني أتطوع بمجال خبرتي وبلشت من مخيمات كانت أتطوع بالبداية خلال فترة عملي التطوعي تعرفت على كثير أطباء أجانب كانوا كمان متطوعين بالمخيمات بدأتنا سوا بتأسيس الفريق خلال عملي الطبي بجمعية أمة تعرفت على كثير أشخاص متطوعين أجانب من عدة بلدان خاصة أوروبا بتفاجأ أنه اسمي مرشح لي هاي الجائزة دون ما أعرف وفاجأوني لما خبروني أني أنا ذربحت الجائزة كان شعوري كتير حلو كتير مبسط حسيت أنه أخيراً في حدا حاس بشغلنا بحس فينا كثيرين شايفين شو عم نقدر نشتغل قدرين يقدروا شغلنا جائزة هي سيرجيو فيرا ديميلو الجائزة البولندية هي للسنة 18 كانت من نصيبي على مستوى الأفراد بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان استلمت جائزة بمدينة كراكاو ببولندا طبعاً حبيت استغل وجودي هناك ووصل معانات السوريين وخاصة معانات السوريين الموجودين على الحدود البلاروسية البولندية حبيت وصل لن فكرة ليش الشعب السوري عم بلجأ لأوروبا ما عم بلجأ لأي بلد تانية حبيت تقول لنه الشعب السوري ما عم روح يدور على المصاري الشعب السوري عم دور على المستقبل عم دور على حقوق الإنسان عم دور على الكرام والإحترام ما نريحين نحن نطلب أي مساعدة مدي منا اشتركوا في القناة